لو عايز تسلع عربيتك بنفسك وتاخد خبرة وتوفر وقت وفلوس لو عايز تودع عربيتك الورشة والمركز صيانة وتعرف تراتب اصلاح والخطوات تابع معي السلام عليكم هتكلم في الفيديو على نقص مياه الريداتير ونقص المياه من الارب واللي هيتم شرحه في اكتر من فيديو لانه موضوع طويل ولو اسباب كتير وهتكلم في الفيديو على السبب واحد وهو غطاء الريداتير وقبل الدخول في موضوع الفيديو هتكلم باختصار عن مكونات دور التبريد محرك السيارة واللي بتتكون من مجموعة من الاجزاء وكل جزء له وظيفة واي خلل في اي جزء بيسبب فشل في منظومة التبريد بالكامل وبالتالي بيسبب ارتفاع حرارة المحرك رقم واحد الريداتير رقم اثنين مراوح تبريد مياه الريداتير تلاتة ترمبة المياه اربعة خرطيم اوليات المياه خمسة سرمستات الكوعة ستة اربة المياه سبع غطى الريداتير وهو موضوع الفيديو وهو احد اهم اسباب نقص مياه الريداتير والاربة وايضا غليان المياه داخل الاربة وهنا وظيفة غطى الريداتير وهو عبارة عن صمام او محبس بيسمح بخروج المياه من الريداتير ثم عودة المياه الى الريداتير عند تشغيل محرك السيارة بتزداد درجة حرارة المحرك وبيحدث ارتفاع في درجة حرارة مياه التبريد وبالتالي بيزداد الضغط داخل الريداتير وهنا وظيفة غطى الريداتير فبيقوم بتفريغ الضغط الزائد داخل الريداتير وبيسمح بخروج المياه إلى الإربة عن طريق السستة الموجودة في أعلى الغطى ومع ارتفاع درجة الحرارة بتبدأ مراوح التبريد بالعمل وبيحدث انخفاض في درجة حرارة مياه التبريد وبالتالي انخفاض في الضغط داخل الريداتير وبيقوم غطى الريداتير بشفط أو امتصاص المياه من الإربة عن طريق السستة الصغيرة الموجودة أسفل الغطى وبالتالي رجوع المياه من الإربة إلى الريداتير وده كان شرح سريع لطريقة عمل وأهمية غطى الريداتير أما بالنسبة للمشاكل اللي ممكن تحصل بسبب تلف غطى الريداتير وهي 1- زيادة المياه داخل الإربة ونقص المياه داخل الريداتير وبيكون بسبب تلف كوتش غطى الريداتير وبيحدث خروج المياه بشكل مباشر من الريداتير إلى الإربة 2- زيادة المياه داخل الإربة مع غلايان وخروج المياه من الإربة وبيكون بسبب تلف السستة الصغيرة أسفل غطى الريداتير واللي بيمنع رجوع المياه من الإربة إلى الريداتير وبيسبب نقص المياه بداخل الريداتير ثم ارتفاع حرارة المحرك ثلاثة مستوى المياه في الإربة طبيعي مع نقص المياه داخل الريداتير ولو السببين الأول وجود تسريب في الريداتير أو خراطيم أوليات الريداتير والسبب الثاني هو اختيار الضغط المناسب لغطى الريداتير واللي بيكون مكتوب على الغطى ويتم الرجوع لكتالوج السيارة لمعرفة الضغط الصحيح لان ضغط الغطاء العالي بيمنع خروج المياه من الريداتير الى الاربة وبيسبب انتفاخ لخرطيم او لايات الريداتير ثم تسريب المياه من الخرطيم او الليات او قطع الخرطيم او الليات بسبب الضغط الزائت وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وان شاء الله في الفيديو الجاي هيتم شرح الجزء التاني